دايماً بنقول إن الحضارة المصرية الأديمة لم تبح حتى الآن وكل أسرع رغم شوفوا حضراتكم اللي قول اكتشاف حجر رشيد أو فكروا موز حجر رشيد نعمل الحاملة الفرنسية وحتى الآن ومعرفة تفاصيل الحضارة المصرية الأديمة ولكن رغم كل ده ورغم الأبحاث ورغم التنقيب ورغم الدراسات اللي بتعامل ولكن حتى الآن نازالت الحضارة المصرية الأديمة لغز محير للعالم كله اللي عملوا إيلوم ماسك من 3-4 أيام والكلام اللي كتبه تعليقاً على أحد الفيديوهات على معبد دندرة هو خير دليل وخير شاهد كلام شوية عن الحضارة المصرية عن ألغازها عن الحاجات المحيارة للعقول وإحنا يمكن مؤثرين في قراءة حضرتنا وقراءة تاريخنا فتعالوا بينا مع دكتور مجد شاكر كبير الأثاريين في وزارة الأثار نسأل ونطرح مجموعة من الأسئلة ونفهم منه إيه الألغاز دي كلها وإيه السر وراء عظمة الحضارة المصرية الأديمة دكتور مجدي مسأل خير وكل سنة وحاجة طيب مسأل خير حضرتك أنا بشكر أولاً فريق العداد اللي سمح لي إن أنا أتواجد مع حضرتك مع قامة إعلامية خريجة مدرسة علمت العرب كله وأعتقد إنه علامة الدنيا اللي هي مزبير فأنا بشكرهم وبشكر حضرتك شكراً جزيلاً وبشكر حضرتكم إنه إحنا بدأنا نتكلم عن حضرتك أنا بشكر أول هذه الدولة لأنه من 8 سنوات للأسف كانوا بقالت إنه نفقد الهوية الوطنية والزعمر كنا للأسف بدأت بعض العقول المتحجرة تنظر لهذه الأثار إن هي مجموعة أحجار وبدأنا نخش في مغزة وحش جداً لكن في 2020 أنا باعتبر حدثين غيروا كتير قوي اللي هو كان الاحتفال بتاع المميوات وطريق الكباش الحدثين دول خلوا ناس كتير تتكلم خلوا وسائل أهم تتفاعل حضور السيد الرئيس في الحدثين إداهم زخم أعتقد الدنيا كلها تكلمت علينا وكانش في مغلطة يعني حدثين نظمناهم كويسي إحنا ما نحب نعمل حاجة بنعملها وبالتالي عملنا حدثين فردين جداً وكمان الأغنية اللي حصلت ويمكن إحنا سمعنا جزء منها خلت إنه بدأت فيها برضو فيه أغنية اليومين دول اسمها مريت إكبا حبك هي بتقولها اليومين دول خلت الناس كلها بدأت تتساءل ويوم 7 أستمبر عشان تعرف نتيجة الموضوع ده لما يوم السياحة العالمي وهو كان بالمناسبة مرور 200 سنة على حجر رشيد وكنا نتمنى نحتفل بيئة أكتر الناس كتوافق قدام المتاحف طابير عشان تخش مش عشان ببلاش والله عشان نية تتعرف على حضرتها فأنا شايف إن دي كان نفطة فارقة شؤنا وجمنا الصور دي من المتحف لغاية المترو كانت مهمة أبا طابور أو طابير طويلة ناس لذلك حلمي والله يزعم دايماً أقوله في كل القنويات وأرجو أن هذه المؤسسة اللي حضرتك بتعمل فيها تدعمنا نفسنا يا جماعة في قناة تتكلم على الأسر والسياحة مش تتكلم بالعربي احنا بنتكلم بعض في الداخل تتكلم الجيزي وفرنساوي والألماني الحدث اللي حدث هو الإمبارح صدقني حضرتك محتاج نوع نتكلم عليه أشهر لسبب واحد بحجم اليوم ماسك الرجل ده بتكلمش كده عطباطه طبعاً عندما كتب جملة مكونة من ثلاث جمة أو من ثلاث كلمات وحط الإيموجي بتاع النار أعتقد دي حاجة مشفارة ومش أول مرة هو من 2020 اتكلم عن الهرم وهو الإمبارح اتكلم عن دندرة واتكلم لما في 2020 قال عن القائناة الفضائية هي التي بنت الهرم وحدد الهرم الأكبر محبش كلمة الأكبر لأنه اسمه هرم كوفو وجي بعد دارة عمل تعليق وكتب أن رمسيس الثاني فضائي برضو لازم ناخد بالنا من هذا الكلام وكنت أتمنى السيدة رانيا المشط على راسي ووجيت له الدعوة لكن أتمنى النهار ده قبل بكرة أن تكون هناك طائرة خاصة تذهب لهذا الرجل وتجيبه وما تواصله معايا نتمنى والله أتمنى قال لي أن في تواصل بس طبعاً ده أجندته والتزاماته وكل حركة عنده بهدف من عشان بس الكلام اللي هو قاله يجب الأول أن نرد عليه تاني حاجة أتمنى أن نحن عندنا قناة تتكلم عن هذه الحضارة لأن حضارتنا لأسف يعني رغم أن في حضارات جنبنا كتير مثل العراق واليمن وغيرها حضارتنا اسمها حضارة الغموض فإصارة مهمة جداً يعني إحنا عندنا حضارة العراق واليمن لكن حضارتنا مسيرة جداً وكل حاجة فيها الأسف كمان يوز عمر اللي كتب معظم حضارتنا أو اللي كتب كتب هي للغرب يعني معظمهم علماء غربيين علماء الإجيبتولوجي معظمهم الغرب لسه المصريين داخلين في الموضوع ده وبالمناسبة إحنا لسه سنة 53 بدأنا أفضل 14 بدأنا نسميه إيد الأسريين لأنه كل سنة هم مطيبين فبدأنا نمصر الأسار وبدأت عندنا على مقصر لكن قبل كده لأسف 90% مراجع كتبت بالفكر الغربي وحضرتك عارف وإعلامه عارف لما أنا بكتب أي كتاب بكتبه بثقافتي ثقافتي اليهودية أو المسيحية أو اللي بدون خالص وبالتالي إحنا عندنا مشكلة فما بيجي يفسر ديانتي ديانة المصرية كل حاجة في مصر القديمة قائمة على الدين هتمنى أعمل حضرتك حلقة عن الدين الدين كان داخل في السياسة والاقتصاد والفن كل شيء حضرتك كل ما تراه كل ما تراه في الحضرة المصرية 99% منه قائمة على الدين العالم الآخر بالضبط بالضبط بالضبط